بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب التيسير المعين بشرح معاني منازل السائرين للفقير إلى الله وكتاب منازل السائرين للإمام أبي إسماعيل عبد الله محمد الهروي الأنصاري المتوفى سنة واحد وتمانين وأربعمائة من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم يوعلوم مشيخه وتلامذته وقراء مصنفات وشرحية في الدارين في قسم البدايات عشرة أبواب والبدايات هو سفر النفس الأمارة حتى تصير لوامة تبدأ باليقظة فالتوبة إلى سائر الأبواب ثم بعد ذلك إذا وصلت للنفس اللوامة يعني تلوم صاحبة على النقص راغبة في الكملات تبقى وقفت على أبواب الكملات فيجي قسم الأبواب حيث تقف النفس اللوامة على الأبواب لعلها تفتح لها لتصل إلى الكملات هذا القسم قسم الأبواب اللي هو سفر النفس اللوامة حتى تصير نفس مطمئنة يبدأ بالحزن الحزن على ما فات والخوف أن يضيع منها ما هو آت أو ما هي فيه بالفعل حتى أنها تحزن على ضياع ولو دقيقة من عمرها غفلت عن مولاه ثم الخوف الحزن يولد الخوف والخوف يولد الإشفاق لأن خوفه مسحوب برحمة وحب فما تحط الخوف من الله مع يعني ترحم على النفس وشافق عليها مع حب المولاك تحطوهم كده مع بعض خاليد كده يطلع حاجة اسمه الإشفاق إن كنا قبل في أهلنا مشفقين والإشفاق يولد الخشوع والخشوع همود النفس تحت مطارق الأقدار حيث ما قدر لها ما تفرقش بقى وتقعد إيه تبقى مش رادية ومستعجلة ما أراد الله تأخيره ومستأخرة ما أراد الله تعجيله وقاعدة معترضة على إيه كثير من إيه الأحكام القدرية وبالتالي تصل لدرجة بقى إيه الخشوع والهمود تهمد بقى بل ما قاعدة بتفرق زي عيل صغير كده كثير الحركة وتودي للدكاترة عشان ورد إيه خيلك طول النهار إيه نفسك بقى كده مع الأقدار خيلك طول النهار آه لما توصل للخشوع تهمد تقوم مما تهمد ينبت فيها المعارف لأن طول ما الأرض قاعد بتقلبها عمر ما نبت حينبت فأنت نفسك برضو قبل الخشوع قاعدة متقلبك عمر ما حينبت فيها معارف ولا أنوار لابد تهمد الأول وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورابت الماء الهداية والأرض هنا القلب لما يستقر ويخشع فهمت دي المعنى إشاري من الآية اللي إحنا أرناها النهاردة فإذا خشعت بدأت بقى إيه تهدأ شوية يوم ينبت فيها بقى الإخبات واخد بالك إيه هم المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصبهم المقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بشرهم بقى فيهمت بقى ده الإخبات بعد كده تزهد تزهد مش في الدنيا لا ده تزهد إنها تضيع وقتها في غير طاعة مولاه الزهد في الدنيا ده ده بتاع المبتديين إحنا خلاص إحنا دخلنا في ناس متقدمين شوية فهمت بقى يعني لو حيغرم فلوس ويوفر وقته يبقى مع الله يدفع الفلوس ووفر وقته يبقى مع الله مش عشان يشتري بانطلوني وليه عرف ليه في تلات ساعاته ويضعي وقته ويقولك بعرف السوق لا ده يشتري من أول محل لأنه أصلا كلها هتخلق كلها هتلتهي ما تضيعاش وقتك هات الموجود وردة بالموجود وما تطلبش المفقود لأن انت ما عندكش وقت فهمت فده زهد بقى إيه غير الثانية اللي زهد في الدنيا وبعدين الورع ده يجعلها بقى إيه هي زهدت إيه فيما يشغلها عن مولاها فهمت ولو كان مباحا زهدت فيه فيقل لأكلها يقل لنومة يستخصر في نفسه حتى إيه نومة مريحة شفت الحبيب صلى الله عليه وسلم لما ستنا حفصة تنتلو الفراش بتاعه تانية زيادة عشان يبقى أوطأ للنومة فلما نام عليه هو مش متعود على فراش مريح أوي كده فراح عليه قيام الليل فقال ماذا فعلتي عمل تحقيق مع ستنا حفصة قالت له تنايته حتى يكون أوطأ لك قال أعديه كما كان فإنه منعتني وطأته من قيام هذه الليلة فاهمت وكان ما يفوته قيام الليل يقضيه في وقت الضحة مش يقول خلاص بقى النبي كان يقضي ما فتاوه من سنن فاهمت بقى إزاي حال النبي حالي عالي يبقى يبتدي ده الزهد في كل حاجة تشغله عن مولاه ولو كانت مباحة إنما التاني يزهد في إيه في الأمور المشتبهة ويتعامل مع ما تحقق حله وياخد منه بقدر الحاجة من المباحة ده زهد المبتدئ ده زهد المتوسط والنبي له نصيب من كل الأبواب دي على فكرة لأنه هو إمام كل واحد في كل باب فهمت بقى مهما كانت إيه درجاتك فلما يزهد بقى ينتقل للورع الورع اللي هو إيه إنه يخاف من العبادة اللي فيها تطوع توفق هواه كمان يعني بيتورع من العبادة اللي توفق هواه يختار العبادة الصعبة عليه عشان ما خافته أن يكون بيعبد لراحة نفسه أو للزة العبادة يدور على العبادة ما فيهاش لزة فيها مرارة أنت بتزعل لما بقيه تفوتك لزة العبادة مش بتقول تروح تشتكل الشيخ أنا بصلي مش حسب الصالة عم الشيخ تقول له احمد ربك لأنك لو حسيت بحلوة الصالة تصلي عشان الحلاوة لأن انت طفل لا ربنا بقى حرمك منها عشان تصلي عشان الصالة نفسها عشان تبقى عابد لله حتى ولو انت ما دقتش حاجة ساهمت بقى ازاي فالنفس اللوامة الورعة بتعمل ايه تنقي من العبادات الصعبة على نفسها ده الكلام ده لو كانت عبادة ايه في مجال النوافل لكن افرد العبادة الفرائد موافقة طبعاها تعملها برضو لأنها فرائد وتحمد ربها لكن في النوافل واحد بخيل يحب المال يبقى العبادة الصعبة على نفسه ايه الصدقات يوم يعامل نفسه بالصعب كل ما يعمل معصية يتصدق يدفع فلوس يغرم يغرم نفسه واحد تاني مفجوع بيحب الاكل العبادة اللي اللي تكسره يصوم واحد تاني بيحب الشهرة والزهور العبادة اللي تكسره قيام الليل عشان ما حدش بيشوفه وصدقة السر وهكذا بقى يبقى الورع بتبتدي تختار من العبادات الاصعب على النفس تتخير وعشان كده الورعها وهي في الاعمال سائمة وان هي استحلت المرعى فلا تسو فهمت؟ يعني راعي نفسك ورائبها وهي في الاعمال يعني في الطعاة سائمة قاعدة بتستفيد بيها وبتستعملها كويس؟ لو استحلت عبادة اتركها وروح للعبادة الاصعب واضح؟ ده نظام الورع عند اهل ايه؟ النفس الايه؟ اللوامة لكن في النفس الامارة الورع ايه؟ تبعد عن الشبهات وتتعامل مع ما تحقق حله ده حاجة تانية درجة تانية بعد ما تتورع بقى تتبتل تنقطع بالكلية المولاها فهمت بقى؟ اسمه التبتل بعد ما تتبتل تنتقل الى ايه؟ مرحلة الرجاء والرجاء ده مرحلة اهل الايمان فهمت؟ احنا عندنا حسن الظن بالله ده مرحلة اهل الاسلام اهل الايمان بقى اللي اعلى منهم شوية حسن الظن ينتقل الى رجاء فهمت؟ بحيث انه هو يرجو ان يكون في كل ما قدره الله له في الخير ولو كان في ظاهره شر يبقى عنده ايه؟ انتقل من حسن الظن بالله الى الرجاء يبقى الحسن الظن بالله ده عبادة اهل الاسلام طب والايمان اللي اعلى منهم قالت الاعراب امنا كل لم تؤمنوا ولكن كلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في خلوك يبقى اهل الايمان بقى اعلى شوية يقوموا ينتقلوا للرجاء طب اهل الاحسان ينتقلوا للرغبة واللي احنا عن التكلم عليها النهار يبقى الرغبة دي حال اهل الاحسان زي في مجال الخوف الخوف ده مقام ايه؟ مقام اهل الاسلام يحل بعدي بعدي ايه؟ الهيبة مقام اهل الايمان طب والرهبة مقام اهل الاحسان شفت بقى تنتقل ايه كل حاجة لها مقام وربنا يرقينا وياخد بادينا الرغبة هو اخر باب في الابواب اللي بعديها ندخل بقى على ايه؟ على القسم اللي بعديه قسم المعاملات انتقلت اتفتح لها الباب دخلت على مولاها هتتعامل مع اولاها ازاي؟ وده بقى اللي حنتكلم عليه ان شاء الله بعد رمضان لان النهاردة اخر درس وبعده استراحل حد النص التاني من شوال ان شاء الله يعني في النص التاني من شوال ناخد باب المعاملات لندخل الى حضرة مولانا خلف حبيبنا لانك مش هتدخل الى خلف حبيبك فهمت؟ هو اللي حيدخلك هو اللي حفتح لك الباب على فكرة فهمت؟ وميفتح لكش مش هو القسم والله هو يعطي عارف اللي بنقلك في المقامات دي كلها مين؟ النبي يواخد بيدك زي انت ما بتاخد بيد ابنك وكده هو لسه بيتعلم المشي فتقوم ايه الاول تمشي بسرعته؟ علشان ضعيف فهو برضو بياخد بيدك بسرعتك انت لما لك بقت اقوى يجري بيك وبعد كده لما لك اقوى اقوى يحدفك ينقلك نقلة كبيرة قوي وانت ايه؟ مش متصور قد ايه النقلة تايمت؟ فهو اصلا اللي بيدرج الحاجات دي كلها مين؟ القاسم والله يعطي تايمت بقى؟ فنتكلم ان نعرض على باب الرغبة مقدمة الشارح بيقول ايه؟ اللي هو الصفحة 199 فاللي بيتابع من الكتاب الرغبة اعلى من الرجاء فهي حال اهل اليقين كما ان الرجاء حاله اهل الايمان وحسن الظن بالله حال اهل الاسلام احنا عندنا اسلام مش كده برضو؟ وعندنا ايمان وعندنا احسان كويس؟ كما ان الرجاء حال اهل الايمان وحسن الظن بالله حال اهل الاسلام اللي قبلهم والرغبة بقى هي حال اهل اليقين يبقى اهل الاحسان اهل يقين واهل الايمان اهل تصديق واهل الاسلام اهل انقياد فهمت بقى؟ كل حاجة ليها حاجة والمفروض انك انت تبقى كله في وقت واحد تبقى مسلم من قد بظاهرك ومؤمن بقلبك وعندك احسان بحالك بالحال فهمت؟ يعني لازم كله تبقى ايه؟ وفي نفس الوقت مراقب فتن زمانك عشان تتجنبها يعني لازم تعمل اربع حاجات في كل لحظة اللي هو حديث سيدنا جبريل اسلام ايمان احسان علامة الساعة اللي هي فتن الزمان فهمت ازاي؟ فتبقى بظاهرك مسلم بقلبك مؤمن بسلوكك محسن وفي نفس الوقت اثناء احسانك وايمانك واسلامك مراقب الفتن اللي بتحصل في الزمان عشان تتجنبها اللي تدخل في قلبك فتعوقك لو عملت اللي اربعة تبقى دا الدين وعشان كده قال لهم في الاخر هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم يبقى دينا اربع حاجات واضح؟ تعبد الظاهر بالاسلام وتعبد الباطن بالايمان وتعبد السلوك والنشاط في الحياة بالاحسان وعشان ما يبقاش فيه معوقات طالما انت ماشي بقى تبقى امرائي بالطريقة عشان كل ما تلاقي فتنة تبعد عنها كل ما تلاقي حجر وضحضيرة ومطب ما تنزلش فيه زي الجردل تاهمت بقى ازاي؟ لا تبقى مصح صح عندك بصيرة قل هذه سبيلي يعني طريقي ادعو الى الله على بصيرة انا ومين ومن اتبعني يبقى لازم يبقى ورى النبي عشان كده لازم النبي يبقى حاضر في قلبك فاهمت بقى؟ ومن جمع الكل كان من اهل الاحسان يقول الله سبحانه وتعالى ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله الفضل واحد لكن مصدره الله ومظهره النبي عشان كده سيؤتينا الله من فضله خلقا وإيجادا ورسوله قسما وإمدادا شفت هذه الآية عشان نفهم الآيات لان في ناس بييروا الآية نشوقين بالهم هو الفضل واحد من حيث الخلق واحد من حيث المصدر واحد هو الله لكن من حيث المظهر والاسم من يد رسوله فهمت إزاي عشان كده قال إيه سيؤتينا الله من فضله ورسوله إننا إلى الله راغب ما قالش من فضلهما لأنه مش إثنينية هي لا هي توحيد الفاعل هو الله والخلق والله هو خلق واحد والفاعل واحد مش إثنينية والإرادة واحدة ولكن انطبعت إرادة الله في قلب الحبيب فصار ما يريده الحبيب وما يريده عين ما يريده مولاه وما يحبه الحبيب وعين ما يحبه مولاه عشان كده في الآخر قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله من يطع الرسول فقد أطاع الله شفت بقى ما قالهش لحد تاني غيره ولا ألا لسدنا جبريل ولا ألا لسدنا إبراهيم ولا ألا لحد غيره بس هو العبد الذي عليه المدار كله مركز مدار الجلال وقض بفاك الجمال فهمت بقى إزاي ففي هذه الآية ذكر لأوصاف أهل مقام الرغبة من الرضا بما قسم الله والاكتفاء بالله حسيبا وحسن الظن في فضل الله ورسولي فيما يؤملونه من مستقبل الآيام وذلك لكمال رغبتهم في مولاهم سبحانه وتعالى يعني لو أنا بألف الكتاب ده كنت حكت في باب الرغبة إيه أبتدي بالآية دي لو أنا اللي حألفه كل واحد ليه تزوقه في القرآن وأشكد أنه بدأتها بالشرح ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضل إنا إلى الله راغبون الرغبة راغبون الرغبة كويس فدي الآية المطابقة لهذا على تزوقنا لكن الشيخ فجئنا بآية تانية نشوف بقى إيه بدأ المصنف هذا الباب قائلا قال الله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا حلوة بردو يعني جاية رغبا من الرغبة ورهبا من الرهبة والرغب والرهبة مقام أهل الإحسان والرجاء والإيه والهيبة مقام أهل الإيمان وحسن الظن والخوف مقام أهل الإسلام وكله في القرآن تعرف أن التصوف ده مشيد بالقرآن والسنة مش جاي زي ما بيقولوا الناس الجهلة ده جاي من فلسفات الأمم السابقة أمم السابقة أي إحنا خلف النبي على طول لكن الفرق أن في ناس عرفت تقرأ الأحوال وتوصفها وفي ناس تعرفت تقرأ طريق القلوب وتوصفه وفي ناس ما عرفتش حاجة ووقفت كده بس إيه بتظن إن هي تعرف ويا ما تعرفش فأنت متمشيش ورا دول تعرفهم أقول لك أسماءهم طيب ويدعوننا رغبا ورهبا وإن كان ربنا أيل رغبا ورهبا دي فين في حال الأنبية مش ليه في صورة الأنبية آه ده حال الأنبية الكمل آه يبقى ده حال الكمل والأنبية لهم والرأس يورسوا حالهم مش تناسخ أرواح لا كل روح مستقلة وكل نئاتية وما القيامة فرد احنا مش نقول بالتناسخ لكن احنا بنقول إن المقام والمرتبة دي بيارسها الأولياء كل نبي له مرتبة عند الله لما بيموت ينتقل للبرزخ ربنا يخلي في الدنيا واحد على مقامه علشان تفضل كل المقامات واضحة للناس فهمت بقى واللي جمع الكل قض بالغوس اللي هو بقى على قدم الحبيب كل ما يموت ربنا يرقي واحد ما كان فهمت يبقى في سورة الأنبياء بيقول إيه ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ففي هذه الآية إظهار لحال أهل الكمال من الأنبياء حيث قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فمقام الأنبياء في عبادتهم لمولاهم مقام رغبة ورهبا وهم خاشعون وكل من كان على قدمهم كان من الكمال من عباد الله أما أهل اليقين فمقامهم رجاء وهيبة وهم بالله موقنون وأصحاب اليمين مقامهم حسن الظن بالله والخوف منه وهم به مؤمنون وكل له مقام معلوم واضح؟ طيب قال المصنب أعايز يعرفك الرغبة يعني الرغبة ألحق بالحقيقة من الرجاء ألحق ألحق يعني إيه؟ يعني توصل لحق بالشيء يعني وصل للشيء ألحق يعني ألسق وأقرب فهمت؟ الرغبة ألحق بالحقيقة من الرجاء وهي فوق الرجاء لأن الرجاء طمع يحتاج إلى التحقيق والرغبة هي سلوك على التحقيق فهمت الفرق؟ ده كلام الشيخ يعني هنشوف الشرح قوله الرغبة ألحق بالحقيقة من الرجاء ألحق يعني أقرب كأن الرجاء بينه وبين الحقيقة مسافة لابد أن يقطعها المريد فإن قطعها صار إلى مقام الرغبة أقرب بل يكون قد تحقق بالحقائق وصار يعيشها بخلاف الرجاء الذي هو مقام طمع في فضل الله قبل الوصول إلى التحقق بل على مشارف التحقيق الموصل للحق والحقيقة فهمت المعنى؟ يبقى أنت طول ما أنت ماشي في الطريق عندك إيه؟ الرغبة الرجاء قربت توصل شفت بقى أنوار مدينة الوصول فهمت بقى؟ تبقى أنت في الحالة دي عندك الرغبة تجداد الرغبة طول ما ترداش تنزل استراحة بقى إحنا خلاص لكن وإنت ماشي وعندك الرجاء ممكن تنزل تقول نزل استراحة شوي أريح شوي لكن أول ما تبقى قربت خلاص تقوله فيش استراحة بقى خلاص أهو أهو وعشان كده أهل الرغبة تلاقيهم أهل همة أكتر من همة أهل الرجاء فكل حاجة قاعدة بتتقدم بيك فهمت بقى؟ ثم قال المصنف والرغبة على ثلاث درجات الدرجة الأولى أهل الرغبة دول اللي هم أهل الرغبة دول في منهم برضو إيه؟ أهل إسلام وفي منهم أهل إيمان وأهل إحسان وكل درجة فيها إيه؟ فيها الدرجات دي فهمت إزاي؟ يعني فيها المبتدئ والمتوسط والمنتهي الدرجة الأولى اللي هي نقول عليها كيجي وان وابتدائي وإعدادي طب والدرجة التانية سانوي وجامعة طب والدرجة التالتة دراسات عليا دكتوراه بقى فهمت؟ وبعدين ياخد جايزة نوبل آي بقى تقدم بقى خالص فهمت بقى؟ فربنا رقينا بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي رقينا بالنبي يا رب والرغبة على ثلاث درجات رغبة أهل الخبر تتولد من العلم وفي نسخ أهل الخير ما كان أهل الخبر فتبعث على الاجتهاد وتمنع صاحبة من الرجوع إلى غساسة الرخص يقصد بأهل الخبر أي ما سمعوه من آيات ومواعز على لسان الأنبياء فتتولد فتولد من ذلك العلم القائم على الدليل من الخبر يبقى أنت ما تسمع الآية تسمع الأحاديث ويتولد فيك رغبة أنك تعملها بيعامل بيها يبقى أنت من أهل إيه؟ جات من العلم يبقى الخبر اللي سمعته ولد في قلبك العلم اللي طلب العمل ساهمت بقى؟ عشان كده قالوا الرغبة على الدرجة الأولى رغبة أهل الخبر اللي هما لسه بيحسوا عن الأدلة الدليل عارف العيالي؟ عارفهم العيل دي؟ واللي تمال يقولك الدليل كأنها ضد مكسورة عشان يضيقك يعني ضيق إحنا ما بنتضيقش والله إحنا لما بنزعل بنزعل عليهم لأنهم حرموا نفسهم بس لكن أمه ولدنا وإخواتنا وبندعي لهم في صلواتنا تفهمت؟ حتى لو انتقدناهم زي الأب ما ينتقد ابنه لكن قلبه كله شفق عليهم والله إحنا معاهم كده بردو المهم يقصد بأهل الخبر أي ما سمعوه من آيات ومواعظ على لسان الأنبية فتتولد من ذلك العلم فتولد من ذلك العلم القائم على الدليل من الخبر فتصير فيه ملهمة على الاكتهاد في العبادة والتوجه إلى الله يبقى الدرجة الأولى توجه والدرجة التانية مواجهة والدرجة التالتة إقبال من الله شفت بقى إزاي متوجه فواجه فرحب بيه مولاي أدي تلات درجات تقيمت؟ ومش هيرحب بيك مولايك لو أنت خلف النبي لأن النبي هو مفتاح كل خير ما تفتكرش أنك هتستغنى عنه لحظة ولا في الجنة ده الجنة بتاعته وإحنا سكان عنده ربنا ادي له مفتاح الجنة وهو فتح حالنا عشان بيحبنا بس يقول لأنا منكم بمنزلك للوالد من ولده أنت والدك لما بيبني حاجة ويبني لك حاجة فخمة ويقول لأ خل المفتاح دعالها ادخل ادخل وده بيتك هو النبي حعمل معه اميته كده ربنا ادي له مفتاح الجنة ويدخلوا أنت توعد هنا وانت توعد هنا وبعد ما يرتب يجي يرجع لك تاني أنت لسا عايدي هنا لا تعير معي يرقيك يعني حتى جوه الجنة بيرقي برده فهمت؟ صلى الله إلى ما لا نهاية؟ آه إلى ما لا نهاية لأن فضل الله لا نهاية لا فهمت؟ وعلى شكل كده قال لك ايه؟ يبقى العلم بالخبر يورس الهمة واخد بالك ازاي؟ والاجتهاد في العبادة متوجه إلى الله فهمت بقى ازاي؟ لما يعمل كده ما يدورش على الرخص بقى؟ فهمت ازاي؟ ما يدورش على الحاجات اللي فيها رخص لا ده يبقى من أهل العزائم ما يدورش على الرخص بقى فهمت؟ عشان كده تمنعهم من التمحرب في استعمال الرخص التي جعلها الله للضعفاء في سريم إلى مولاهم يعني أهل الرخص يسمع الأدان يقول لك واجب موسع كمان ساعة مجرش حاجة الاستبدري وهو كلامه صح من حيث الفقه كلامه صح لكن من حيث الإحسان كلامه خطأ عرفت بقى ان ايه؟ ان حسنات المقربين سيئات للأبرار فهمت؟ يعني ده يقول لك الدهر بيدنا الساعة اتناشر طيب منها ما صليه ساعة اتنين برضو ماشي منحص بسه بدري حلحة واتنين ونص كمان حلحة صلي الدهر واجيب السنن كمان فاضل نصها عليسته آه بس فين الصلاة لوقتها؟ اللي قيلها النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى يوم ما يتأخر على الصلاة مع انه بيصليه في وقتها يبقى ضميرهم قنبه كأن الصلاة ضاعت لانه مش من اهل الهي الرخص لكن التاني يقول لك الحمد لله ان انا بصلي الحمد لله ده في غري ما بيصليش آه ده التاني ده درجة خيبانة خالص بيقارن نفسه باهل المعاصي لكن التاني بيقارن نفسه باهل الكمالات فهمت الفرق؟ لش كده بقى ايه؟ يبقى من اهل ايه؟ من اهل العزائي فهمت؟ وعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم وعلى قدر الكرام تأتي المكرم فربنا يجعلنا على هذا وتمنعه من التمحق في استعمال الرخص التي جعلها الله للدعفاء في سيرين الى مولاه مولدة قال اجتهاد يمنع من الرجوع الى غثاثة الرخص غثاثة الرخص يعني اعتبر الرخص بالرغم انها مباحة الا انه بالنسباله ايه؟ يعني كأنه بالزبط بيورد عليه حاجة غالية قوي وحاجة رخيصة يقول لك لا انا عايز الغالي انا ما ابعد عن الرخيص الغثاث اللي هو ايه؟ ايش الحاجة اللي هي الرخيصة التي ايه؟ اذا عرضت على الانسان اللي بيفهم ما يرداش ياخدها فهمت بقى؟ فالغس اجتهاد يمنع من الرجوع الى غثاثة الرخص اي الى ضعف الرخص لانها على خلاف الدليل لعزر ايه هي الرخصة تعرفها شرعا؟ تعريف الرخصة ما كان على خلاف الدليل لعزر الدليل بيقول لك اتوضى بالمية كويس؟ لما ييجي العزر وفقد الماء يقول لك اتيمن بالتراج يبقى كانت على خلاف الدليل لعزر فقد الماء فهمت بقى ازاي؟ يبقى تعريف الرخص هو ما كان على خلاف الدليل لعزر واضح؟ الدليل بيقول لك يجي رمضان صوم طيب الرخصة لو كنت مسافر يفتر فيبقى السفر يفتر واخر بقى يبيح الفطر في رمضان على خلاف الدليل لعزر ايه؟ لعزر السفر تهمت بقى ازاي؟ يبقى تعريف الرخصة ايه؟ ما كان على خلاف الدليل لعزر طب ما كان موافقا للدليل اسمه عزيمة اللي يوافق الدليل اسمه عزيمة تهمت؟ والدليل هو الخبر ايه هو الدليل؟ الامر الشرعي ايه حديث فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم في امت؟ قوله فعله فيكونون من اهل العزيم اما في النسخة الاخرى بيقولك ايه؟ رغبة اهل الخير ما كان الخبر زودها نقطة الخير اي الطاعة المتولدة من العلم فهم يعبدون على علم وبعلم وليس على هوى نفسه فالدرجة الاولى تتناول اهل الاعمال من العباد على علم لانهم علموا من الخبر ان هناك بعثا ونشورا وحسابا وجنة ونارا وربا بصيرا بالعباد فتركوا رخص اهل السلوك الذين يلتمسون لانفسهم الاعذار فيتهونون في الاجتهاد للوصول الى المطلوب فالرخص في العبادة مطلوبة للتيسير والرخص في السلوك مكروهة لانها تؤدي الى التهون في الاجتهاد يبقى الرخصة دي الاهل الاسلام فهمت؟ والعزيمة ده الاهل الايمان والاحسان واضح؟ ثم شرع في الدرجة الثانية من درجات الرغبة وهي درجة اهل الاحوال الشريفة تاريكا درجة اهل الاعمال في الدرجة الاولى يبقى الدرجة الاولى في الرغبة ايه؟ يعمل العزائم وما يسوفش ومجتهد يبقى الدرجة الاولى مع الاعمال ومع الاجتهاد تبقى الدرجة التانية مع الاحوال حال قلبه ايه هو بيعمل تبقى دي حاجة تانية تبقى رغبة ارباب الحال وهي رغبة لا تبقي من المجهود لا الا مبزولا ولا تدع للهمة زبولا ولا تترغ غير المقصود مأمولا يعني معناها اجتهاد بغير فطور وبغير اجهاد تاهمت بقى؟ ويبقى كل اجتهاده لمولاه مش لسواب العمل ولا خوف عقوبة تعداها ده الكلام ده كانوا لسه في ابتدائي يخاف يتأخذ من المرس الهصانية يضربوا المدرس لا انت مجتهد لانك بتحب عملك فتروح حتى لما فيش حد حيعقبك بتحب مولاك فهمت بقى؟ فما عندوش حكاية الخوف من العقوبة دي لا ده هو اجتهاده ولا كمان رغبة في السواب حيقدله كامه حيترقه حيمرتبه حيزين لا ما بيتدورش على كلام ده خالص فهمت ازاي؟ لان الاعمال الشريفة تتولد منها الاحوال الرقية يبقى لما عمل في المقام الاول العمل ده تولد منه حال في القلب الحال ده خلاه في دوام الاجتهاد وكمان ايه عين ومش عايزة تنظر لغير مولاها ما زاغ البصر وما طبعه فهمت؟ لان الاعمال الشريفة تتولد منها الاحوال الرقية فيرتقي عند هذه الاحوال الى رغبة لا تبقي من الاكتهاد شيئا الا ويبزله بكل نشاط وبلا فتور او ملل ولا تدع لهمتي ونشاط حالة من الخمول ولا يكون في هدفي الا مأمول واحد وهو ربه وانا الى ربك المنته فلا يركن لرؤية او بشارة او كرامة او كشف حقائق مش فاضي بقى يدور على رؤية وعلى بشارة وعلى كرامة مش فاضي حاجات دي بتاعة ايه؟ بتاعة المبتدئين هو مش فاضي يضيع وقته فهمت؟ فلا يركن لرؤية او بشارة او كرامة او كشف حقائق لو عرر عليه الكشف يقولك مش عايزه لانه حيلهيني حفر من كون الى كون انا افر للمكون فهمت؟ لان الذي يرغب امامه يقوله ايه كلما تبرجت له مظاهر الحقائق قيل له انما ما ترغبه امامك او تنشغل زي ما قلت لك في المثال انك انت في طريق سفر وعملين لك مدينة ملاهي جميلة في نص الطريقة وكلها اضواء وكلها مشروبات وكلها مطاعم وكلها مولات وكلها استراحات وكلها كلها كلها يقوم الانسان اللي هو جد في مشواره ما ينزلهاش ولا حتى يبص عليها فهمت ازاي؟ ويروح جاري على طول انما اللي مش جد يروح يتلطع فيه فيتعطر كذلك انوار الكشف هي دي الملاهي انوار الكشف دي ايه؟ الملاهي اللي تلهيك عن الوصول الى مولاك يبقى ربنا لما يريد بك الخير يأخر الكشف فهمت بها ازاي؟ ولو ارد بك الفتنة يفتنك ويملي لهم انك ايدي متين يكشف لك بدري ويشوفك انت عايز ايه؟ انت عايز تبقى من اهل الكرامات اتلهي في الكرامات زي ما ابنك كده متعب واعتدع تدي له حاجة يتلهي فيها فنفس الحكاية نفسك طفولة ربك اديها حاجة كده كشفة تتلهي فيه انت تلاقيت فيه بس انت طفل انت في وسط الاولية طفل لا ينظروا لحالك ولا ينظروا ليك اصلا لانهما في حال تاني فاهمت؟ فعشان كده لما ربنا يريد بيك الخير في السلوك الى الله يأخر البشارات ويأخر عليك الكشف 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 يجي لك متأخر قبل وفاتك بحاجة بسيطة ما يجي لكش وانت لسه في الطريق ليه؟ عشان انت قدامك درجات بتطلحها مش فاضي تتكعبل لانه لو تصور انت طالع درجات وكل شوية بتتكشف لك حاجات فبتبص هتتكعبل تتكسر هتنزل على جدور رقابتك فهمت بقى؟ وبالتالي هم ما بيدوروش على كشف لان هدفه الذي تأمله امامك مش هي دي فهمت؟ وإلا اللي بيدور على الكشف يبقى كحمر الرحم فر مما منه ايه؟ فر فر الى ما منه فر يعني انت فريت من كون ففر ايه؟ الى كون اخر يبقى بالزبط زي الحمار اللي بيلف في السايا دايرة واحدة زي بالزبط ايه؟ بتوع الطاقة اللي بيدوك دروس في الطاقة قاعد يرقيك عشان تنت ايه؟ تفضل تدور من نفس لنفس من نفس لنفس من نفس لنفس وقول لك اعرف نفسك انت تقدر تغير الواقع ربك اللي يغير فبتوع الطاقة بيدلك على نفسك واهل التصوف بيدلك على ربك شتان شتان يا سيدي واللي بيدلك على ربك ما بيخدش منك ايه؟ مبالغ ويقول لك هنعمل دورة هنعمل دورة عشان لانه اهل الله ما بيبصوش لمبالغ الدنيا ولو عرضت عليهم مش عايزينها فاهمت بقى ازاي؟ لكن اهل النفوس اللي بيدلك على النفوس لسه برضو ايه؟ بيدوروا على الفلوس والنفوس والفلوس وزنهم واحد على وزنه واحد والفلوس تبقى مفلس لكن اهل الاستغناء بالله اغنية فقامت مش مفلسين ومش مفلسين فلا يركن لرؤية او بشارة او كرامة او كشف حقائق كتير قوي من المريدين الجاهلة يقول يا مولانا انا باعبد ربنا كتير لا شفت رؤية ولا شفت ولا حد حتى شاف لي رؤية اعمل يا مولانا تعمل يا مولك اصبر وانت بتعبر عشان البشارة ولا انت بتعبر علشان رؤية يا غبي ايه الغبوة دي انت بتعبر علشان كرامة عايز تبقى حاوي يعني تمشي في الهوى يعني طب ما الدبانة في الهوى والعصف فيه في الهوى يعني ايه يعني تبقى عصفورة يعني بطل يا ولا فهمت وعشان كده لازم باستمرار تقول للنفسك كده بطل يا نفسي اخراسي يا نفسي الذي اريده امامي لا تعطليني النفس عاملة زي الطفل كده تهمت لان الذي يرغب امامه فلا يلتفت لما تبرج امامه من زينة المكرومات والهواتف والمحادثات ثم انتقل الى الدرجة الثالثة من درجات الرغبة ودرجة اهل الشهود بقى وتملت درجة الثالثة وهبية يعني ربنا يديها مكافأة للي نجح في الدرجة الثانية تهمت بقى تملت درجة الثالثة وهب ما تقدرش تكتسبها بجهد ده ربنا يديه لك هدية لما يلاقيك ايه صادق ثم انتقل الى الدرجة الثالثة من درجات الراوية درجة اهل الشهود فقال الدرجة الثالثة رغبة اهل الشهود تشوق تصحبه تقية وتحمله همه نقية لا تبقي معه من التفرق بقية شفت الكلام حلو ازاي يقولك ايه تقية نقية بقية كله كلام لايق على بعضه ليه علشان يساعدك انك انت ايه يساعدك انك انت تحفظ لو انت عايز تحفظ يبقى الدرجة الثالثة رغبة اهل الشهود تشوقه انت اصحبه تقية يعني ايه مشتق قوي وخايف يحب وما يطلش فهمت بازاي يقولك عيني على اللي حب ولا طلش فيبقى عنده شوق قوي وخايف ما يطلش مرغوبه فهمت فالشوق ده يحمله همه لا تبقي ايه همه نقية يعني خالصة لله خالص ايه لمرغوبه فهمت بقى تبقى نقية نسألك قلبا تقيا من الشرك نقيا لا جفيا ولا شقيا دعوة النبي فهمت ولا تبقي معه من التفرق يبقية يعني ايه التفرق انك انت مشغول بالخلق عن الخالق ولو كنت مشغولا بنفسك يبقى عندك تفرق ده اسمه التفرق فهمت لكن التاني نسي نفسه نسي نفسه خالص لا شايف خلق ولا شايف حتى نفسه اه عشان كده ايه لا تبقي معه ان التفرق بقية حتى لو الجرح في طريقه الى الله ما يحسش بألم احنا شفنا ناس في الحلوب الطلقة تدخل في جسمه وقت الضلقات يكتشفها بعد ما الغرة تروح مشعرش بألمها من كتر ايه فزعه فاتخطف من نفسه مش ده بيحصل هاي ده معناه جدا لا تبقي معه من التفرق بقية يعني بقى كله متاخد من كله واضح فما عندوش بقية اهل الشهود هم الذين لا يشهدون معه سواه وهدى ومشهد الجمع فلا ترى الا الموجود بحق بزوال الفاني وبقاء الباقي عشان كده ايه لادري بيه سر البقاء مع الفنى في منظومة اسمالة الحسنى مش كده بيقول ايه لادري بيه سر البقاء مع الفنى اي البقاء بالله مع الفنى مما سواه تهمت بقى ازاي هو ده السر ده وهاب ليه ايوهاب كشف المقدسة لادري بيه سر البقاء مع الفنى ادي ادي المعنى يبقى اهل الشهود هم الذين لا يشهدون معه سواه وهدى ومشهد الجمع فلا ترى الا الموجود بحق بزوال الفاني وبقاء الباقي فتصير بالله ترى به تسمع به في كل حركاتك وسكناتك يعني الدرجة الاولى درجة الاعمال لله خالصة والدرجة الثانية درجة الاحوال في الترقي للوصول الى درجة الشهود التي تصير فيها بالله فالاولى لله والثانية في الله والاخرة بالله واضح؟ لشان كده الامام النووي في حزب النووي يقولك ايه؟ بالله وايه؟ لله وفي الله وبالله وإلى الله كل حاجة مقام قاعد بترتقي 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 فمش بيتلعبوا بالحروف هم لا ده بينقلك للمقامات الدرجة تصير فيها بالله فالاولى لله العمل يكون لله ماذا كده برضو؟ والثانية في الله ويكون اكتهاد في الله والذين جهدوا فينا يعني جهدوا في الله كويس؟ والثالثة بالله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون اللي هو بيقول فيه النبي ساسم كنت سامعوا الذي يسمع به بصره الذي يبصر به يده التي يبطش به ورجله التي يمشي فتستغرق في المحبوب فلا يبقى إلا هو فيصير المحب هو المحبوب ولذا يقولك أنا من أهوى ومن أهوى أنا مش قال كده سيدي محيي الدين؟ واغت بالك أنا من أهوى ومن أهوى لأنه مالوش أنا منفصلة ده الأنا هنا هي الله هو محبوب وبصره أنا وإحنا نفسنا لما تقول للواحد كده تقوله يا روحي يا نفسي مش كده برضو لما تحب حد يعني قل له والله انت روحي يا أخي إذا أنت نفسي نفس الكلام قاله سيدي محيي في مقامات وقال أنا من أهوى ومن أهوى أنا فصار هو عين محبوبه فصارت مرآة قلبه ما فيهاش إلا محبوبه فلما ينظر من مرآة قربه ما يشوفش نفسه يرى محبوبه أنت ما تقف في المرآة بتشوف نفسك لكن تانيا ما يشوف قلبه يرى محبوبه فيقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا والتانيين مش فاهمين قل الله ثم ذارهم في خوضهم يلعبون فتستغرق في المحبوب فلا يبقى إلا هو فيصير المحب هو المحبوب ولذا قال تشوق والشوق شدة الحب والتعلق بالمحبوب تصحبه أنا مكتوبة عندي تقية تقية ستصحبه تقية ممكن تقرأها بالطريقتين تقية وتقية الاتنين صح بتشكلها هنا تقية وممكن تقرأها تقية الاتنين أي تقوى وهي الطاعة أو وقاية من رؤية سوى المحبوب فيرى محبوبه في كل صورة وفي كل شيء فإنما توله فثم وجه الله خلاص زي كده إيه مجنون ليلة تدخل عليه أي ست يقول لها ليلة هو كل ست عنده ليلة يجي يبص في المرأة يقول ليلة الله ده هو مش شايف إلا ليلة أبوه يدخل عليه عايز حاجة يقص ليلة الله مش شايف في الأكوان إلا ليلة أو ربنا بيدينا مجنون ليلة والنمازج دي اللي وفنى في محبوبه الدنيوي عشان تعرف إن في ناس مع الله كده مع الله كده بقى فهمت بقى إزاي يبقى ده نموذك عشان كده أهل إيه الأشعار في التصوف يقول إيه سلبتني سلبت ليلة مني العقلة ويقصد ليلة مولاه فقلت يا ليلة ارحمي القتلى فهمت هذه الحكاية على شك كده يقول لك إيه فأينما تولوا فثم وجه الله يبقى هو مش شايف حاجة غير الله بس حيث هما توجهه ومش شايف المولاه زي ما حصلت لسيدنا بلال أثناء تعزيبه ربنا خطفه للمقام ده فحتى النبي عدي قدامه مش شايف النبي يقول له صبرا يا بلال يقول أحد أحد مش شايف حتى النبي فهمت بقى إزاي ليه بقى سلبت ليلة مني العقلة فقلت يا ليلة ارحمي القتلى فأصبح كل كلامه مع ليلة فهمت إزاي زي اللي مشغول بالدنيا برضو تلاقي الدنيا مالية قلبه نايم آيم بهموم الدنيا فهمت بقى إزاي فشوقه وقاه من رؤية سوى محبوبي وتصير تدفعه في شوقي همة نقية من رؤية سوى المحبوب فلا يرى لنفسه أو عمليه وحالي وهمتي وجودا إذ الكل من عين الجود للملك المعبول ولذلك لتبقي هذه الرغبة في هذه الحالة من مقام التفريق أو التفرق بقية فلا يرى إلا الموجود الفعال لما يريد يجري عليه ما يريد سبحانه يعني يصير فانيا في عين بقائه باقيا في عين فنائه والله تعالى أعلى وأعلى وكده نقف على قسم المعاملات إن شاء الله النصف الثاني من شهر شوال وكل عام وأنتم بخير اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وتقبل منا عمرتنا وزيارتنا للحبيب صلى الله وسلم وحملنا حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين ونسألك شكرا نعمتك وحسن عبادتك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالتعروف وحسن عباشه وحسن Fasc spec بالتعروف القرآن الجانب